اشتركوا في القناة مكملين اكيد مشاهدين بالقسم الثاني من حكي ميديا ومكملين رصد ابرز تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي البداية من ابرز الوسوم والهاشتاغات اللي تصدرت لليوم ما اخذنا اليوم ولا هاشتاغ لكن بس خلينا نمر عليهم سريعا نشوف العالم شو عامل يعني بموضوع الهاشتاغات اليوم في الهاشتاغات العالمية في هاشتاغ واحد دخل العربي دخل هو شخص يسيق لقبال الجنوب هو هاشتاغ سعودي ردا على فيديو كان فيه شخص عم بهاجم قبائل الجنوب السعودية ايضا بالهاشتاغات العربية اخذنا مصر ولبنان طبعا باعتبار لبنان مثلا قاطع ابيخاي ادرعي اللي مبارح حكينا عنه كان متصدر وايضا في عنا كمان مجموعة هاشتاغات بمصر يعني كمان المنتخب المصري يعني موجود سينغافور الهجوم الصاروخي زعيمي تويتر يعني مجموعة هاشتاغات ويمكن ابرز المنتخب المصري بكونه الان عم يتحضر لكأس العالم الأسبوع الجاي رح يبلش كأس العالم تماما رح روح الى الموضوع التالي معنا وهو ذكرى انشقاق المقدم حسين الهرموش اللي انشق عن الجيش بتاريخ 9 زيران من العام 2011 يعني يوم مبارح كان هو يوم ذكرى انشقاق الهرموش طبعا هذه الذكرى تفاعل مع عدد كبير من المنشطاء على الفيسبوك وعادوا التذكير بالمقدم الهرموش اللي تم خطفه من احد المخيمات لمخيمات الضباط في تركيا وتم تسليمه للنظام السوري قبل ان يظهر على شاشة الفضائية السورية ويدلي بتصريحات واعترافات تحت البغض زملانة بن يوم ميديا عملونا هذا الفيديو عن ذكرى انشقاق الهرموش فيه مجموعة من التفاصيل وتجميع اخبار خلونا نشوفه ونرجع اعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي الى صدوك شفاب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر نحن العسكريين الاحرار نذرنا نفوس انفسنا لإماية طلاب الحرية والديمقراطية في سوريا الحبيبة على المقدم الهرموش من مناك الفرق قيدعش قيادة الفرق بيان حركة الضباط الاحرار رقم 2 يوم الخميس الواقع في 14 تموز 2011 في الحقيقة كانت تمثيلية تمثيلية قلنا بانه يوجد عساكر ويوجد حمايات ودفاعات لكن لم يجد لم يكن هلاك نتمنى له السلامة إذا كان عايش ورحمة له إذا كان استشهد لأنه إلى الآن ما تزال الأنباء متضاربة يعني حول أزدان ما تمتصص فيه أو لا يعني ما زالت موضوع غامض وأول هو من أوائل الضباط اللي قرروا عدم الإنجيرار لفكرة استخدام المؤسسة العسكرية ضد الشعب تماما وإذا كتير مواقف يعني حسين الهرموش أنه تم عرض عليه يعني أنه نسب جهود على جهود حربية يعني ينسبها أعلامية اللي قاله في بداية الثورة كان في جهات عم تنفذ عمليات عسكرية وطلب منه يعني أنه يتبنىها أعلامية وأنه رفض يعني رفض استهداف المؤسسة العسكرية يعني إيمانه أنه هي بالأخير هي للشعب السوري مثل ما قالنا يعني إن شاء الله يكون عايش ويفك أسره أنا رح أخذ بعض التعليقات اللي يجت على هذا الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك الورد بيقول والله كل رجل عبر عن رأيه ورفض الخنوع لحكم التلاغيت وبشاره من ولاه هو رجل وبطل رغم أنف الرافضين الله يفرج عنه وعن جميع المعتقلين أيضا محمد أبو صالح بيقول بطل من أبطال سوريا الشرفاء سيسجل التاريخ اسمه مع العظماء والأبطال الشرفاء ومن سلمه لنظام سيلعنه الله والشعب والتاريخ أيضا في معنى أيمن بيقول كل ما أتذكر أني خدمت بنفس الفرقة الفرقة إداعش بسنة 96 اللي كان فيها الضابط بيجي بغض بيغصه بيقول لو كنت بلحظة انشقاقه لأول حدا يكون معه اللي ما شاف هالفرقة بالذات شو بتزل ما شافش لقيمة الإنسان أيضا محمد عيسى بيقول بطل من أبطال سوريا الشرفاء سيسجل تاريخ سمو مع العظماء والأبطال والشرفاء وهذا التعليق بالمناسبة هو موجود بالعشرات يعني على الفيديو على صفحتنا حمصي آخر تعليق معنا بيقول بطل شريف صاحب كرامة وعزة نفس لم يرضى الذل لشعبه وفي مثل ما لنا عشرات التعليقات المشابهة لهذا التعليق كونه مثل ما ذكر محمد كان بالفعل من الناس الأوائل اللي رفضت الممارسات العسكرية وأصبح أحد الرموز يعني مثله مثل يوسف الجادر يعني أضير حمد عدد تماما يعني غير قصة أنه هو عايش أو ميت يعني كمان موضوع اختطافه وتسليمه للنظام إلى الآن ما يزال يعني مثار الجدل يعني سواء كان على المواقع التواصل الاجتماعي أو بالواقع يعني حاكمت بعض الأشخاص بتهمة التآمر وتسليم حسين الهرموش إلا أنهم يعني لحد الآن ما حدا طلعوا قال الرواية الكاملة يعني أو نعرفت التفاصيل عموما بضل إله يعني رمزيته حسين الهرموش عند السوريين هو وأكيد في جامبو العديد من الأسماء رح أنتقل مشاهدين إلى ختام القسم الثاني من حكي ميديا وحبينا نختم بهذا الفيديو اللي نشير بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر كيف تدافع الحيوانات عن أحبائها خلونا نشوف كيف ترجمة نانسي قنقر طبعا الفيديو يعني يندرج تحت بند مبارفزة يعني فيني أقول أنه حماية الحيوان أو عدم العنف ضد الحيوان عدم التعرض للحيوان بالعنف متل ما شفناه رسالة الأخيرة اللي نكتبت أنه شوفهم كيف بيظهروا الحب لبعض فخلونا ما نظهر لون العنف يعني هو الفيديو جزء من حملة على ما يبدو بهذا الموضوع هو أحيانا يعني فعلا تشوف بعض تصرفات فيها نخوة فيها حب مثل ما قلت فيها وفاء حتى من الحيوانات ويجعله واحد يمكن يغير نظرته تجاه بعض الحيوانات خاصة اللي يصرف بشكل جيد يعني بحزب القلب والله أنه تشوفهم كيف هيك مع بعضهم ونحنا نشوف العنف ضد بعض ولا حدا بتلاقي نحس بنخوة تجاه أخوة هو الأهم روان محمد يعني يمكن أنه عالم الحيوان هو عالم مليء وغني يعني وفينا نحنا نتعلم منه دايما هذا أهم شي ودايما نتعلم من الحيوانات أشياء مفيدة وجميلة بدي ودعكم مشاهدينا بختام حكي ميديا ليلة سعيدة بكرة وقفة أخرى مع حكي ميديا حتكون معكم زميلة ألاء نرجع لأنا محمد وروان مكمل شكرا لك عبد وعلى الختام الظريف مكملين معكم مشاهدينا انطرونا بعد الفاصل لك المتابعي لأخبار رياضية